بسم الله والحمد لله والسلام على نبيه الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم وهمة الله بركاته ان شاء الله نبدأ اليوم في الفصل التاسع وخاص بالطوابات التواصل وطبعا الموضوع الطوابات التواصل والتخاطب والطوابات النطق واللغة من الموضوعات اللي مهتم بها الان محليا وعالميا وعندنا في المملكة العربية السرولية في قسمين بيقدموا باكالوريوس التربية الخاصة تخصص الطوابات النطق واللغة وده موجود في جامعة طيبة بالمدينة المنورة وجامعة الباحة اللي اتنين بيقدموا باكالوريوس في طوابات النطق واللغة كمان عندنا عايزين نعرف ان الطوابات التواصل من الطوابات المنتشرة بصفة كبيرة بل تمثل بعد طوابات التعلم الفئة التانية من فئات الاعاقة في انتشارها فياصل انتشار بعض احيان الى 3% من مجموع الاعاقات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي من 12 الى 15% وده طبقا لبعض الابحاث ولبعض الاحصائيات كمان عندنا موضوع الترباط التواصل طبعا من الموضوعات اللي فيها اهتمام من الجانب الطبي ومن الجانب التربع طيب هي اول حاجة هنعرفها مع بعض اليوم اول شي هنشوف هنشوف مقونات اللغة مقونات اللغة اللغة الاول هي ايه اللغة عبارة عن نظام تقليدي من الاشارات العشوائية للتعبير عن الافكار وعايزين نعرف ان هو استخدم كلمة اشارات والاشارات او الرموز لان كل لغة لها كتابتها الخاصة بيها والكتابة دي ممكن تكون اشارة او رمز بالنسبة للغة تانية يعني الكتاب العربي غير الانجليزي لو جينا قدمنا بعض الحروف الخاصة باللغة العربية لشخص بيتحدث باللغة الانجليزية مش هيدرك الشكل الحروف كاللغة الانجليزية جميل طيب بتتكون من ايه اللغة؟ بتتكون من نظام صوتي للأصوات بتتكون من التركيب اللي هو بناء الداخلي للكلمة بتتكون من النظام النحو النحو معرفين النحو في اللغة العربية من الأمور المعقدة بتتكلم من المعاني وهو الخاص بمعاني الكلمات والمفضلات واخر حاجة اللي هو الجوانب الاجتماعي لللغة او نظام استخدام اللغة اللي هي خاصة بالبرغماتية والبرغماتية ده موضوع مهم جدا اللي هو لك ترى شخص برجماتي اللي هو يعني بيكون عنده كدرة على التأثير في ايه؟ في الآخرين طيب كمان عندنا في موضوع اللغة عندنا نموة تطور الكلام بيبدأ بالصواخ ودي موضوع مهم بعد زيان ناخد بالنا منه والصواخ ده اول موحلة من مراحل الكلام يعني الصواخ كلام او ليه؟ لان هي اصوات بيصدرها الطفل منذ ولادته يعني مين؟ بتعبر عن اشياء بتعبر عن الجوع عن العطش عن الالم عن احتياجه لامه عن احتياجه لحد ان هو يكون بجنبه وهكذا طيب تاني موحلة موحلة المنغاة وتبدأ في الاسبوع السادس او السابع من عمر الرضيع وهي اصوات عشوائية مين؟ بتعبر برضو عن بعض الاشياء الخاصة بالطفل في بعض الاحيان يعني برضو في بعض الاحيان بتكون فقط للتسليع مدرحا هو بيدرب اصلا الحنجرة بيدرب اه بيدرب على الاسوات بعد جدا ان ننتقل الى الموحلة الاهمة هو موحلة تقليل الاسوات وما فيهش لغة بدون تقليل ومحاكاة الكلام بيعتمد على التقليل والمحاكاة نعمين؟ اخر حاجة عندنا وهي النطق وده بقى بيبدأ ايه يشكل الكلام الاسوات يشكل الاسوات وبيكون فيه نطق كلمات وهجزة وعمر السنتين من الاعمار اللي بيتحدد بداية نطق الكلام بطريقة ايه صحيحة شكرا